موسيقى رجعنا مع حضراتكو الفقرة التانية من البيت الكبير زي ما متعودين بنفتح ملفات مهمة جدا تخص القرى المصرية بشكل عام وطبعا من اهم الازمات اللي بتقابلنا في الفترة اللي الفاتت وملفات طبعا ملف التحكيم ملف التحكيم وازمات التحكيم المستمرة في الدور المصري طبعا بيشرفنا النهاردة حكم دولي كبير هنستفيد به ونعرف منه بالزبط أزمات التحكيم راحة فين ونتكلم على البار ونتكلم على حلات كتيرة جدا جدا كابتن ناصر عباس كابتن كبير برحب بحضرتك من اوامنا في البيت الكبير تحياتي كابتن هاني وشكرا على كلامك الجميل وتحياتي لكل سادة مشهيدة قناتنا للأهلي ونتمنى إن شاء الله النهاردة من خلال الحلقة نوصل معلومة ثقافية لجمهورنا وإلعابتنا ومدربيننا من خلال إن شاء الله الإعداد اللي عمل حاجة جميلة النهاردة إن شاء الله أعتقد للحلقة تبقى مفيدة إن شاء الله وبرضو عندنا التقرير دلوقتي نروح بس التقرير عن استمرار أزمات التحكيم في الدورة المصري نشوف التقرير ونرجع معها حكمنا الدولة لا جديد يذكر ولا قديم يعاد ومازالت أزمات التحكيم الفجة تطل بوجهها القبيح لتعكر صفو مسيرة النادي الأهل الناجحة واستحالة من التربص المقصود غير المنطقي بحامل لقب مسابقة الدور الممتاز الذي يسعى دائما لتشريف كرة القدم المصرية في القارة الإفريقية والمحافل الدولية والعالمية شاهد الموسم الحالي بمسابقة الدور الممتاز أزمات عديدة كان بطلها الأول بلا منازع لجنة الحكام التبع لاتحاد الكرة واختياراتها فبعد أن استبشر الجميع خيرا باستقدام الحكم الألماني فليكس بريش لإدارة السوبر المحلي الذي أقيم ببرج العرب وهو أحد أبرز الحكام على المستوى العالمي فوجئ الوسط الكروي أجمع بما يحدث مع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تعنت تحكمي واضح واختيارات غير موفقة للحكام الذين تولوا إدارة مباريات القلعة الحمراء بعد ذلك وحتى بعد إدخال تقنية الفار لم يختلف الأمر كثيرا بل ازداد سوءا على سوء فليس من المنطقية أن يدير الحكم إبراهيم نور الدين أربع مباريات للأهلي في هذا الموسم من مصابقة الدور الممتاز وهو نفسه الحكم الذي اشتهر دائما باستفزاز اللاعبين والمدربين في القلعة الحمراء بالحركات التمثيلية المعروف بها والتي لا يليق تنفيذها إلا على خشبة مصرح مدرسي وليس مكانها ملعب كرة القدم كانت الأزمة الأكبر للتحكيم هذا الموسم في مباراة القمة بين الأهل والزمالك حين قامت لجنة الحكام باتحاد الكرة باستقدام حكم كروتي هو إيفان بيبك الذي نال انتقادات واسعة في الدور السعودي ولا يمكن مقارنته في المستوى الفني بفيليكس بريش أو حكام النخبة الأوروبية وحدث ولا حرج عن ضربات الجزاء العديدة التي لم تحتسب لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رغم وجود تقنية الفار ومنها على سبيل المثال مباراة الأهلي أمام أندية الاتحاد السكندري والإسماعيلي والزمالك وأسوان ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط بل إن هناك لاعبين في فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تعرضوا للإيقاف بسبب أخطاء عجيبة ومريبة من بعض الحكام في احتساب القرارات الإدارية ورغم كل هذا الظلم الواضح لم يقم النادي الأهلي بأي أزمة أو بلبلة بل تحمل الكثير ولكن إلى متى سيظل الوضع على ما هو عليه تحكيم ظالم يتعرض له فريق الأهلي تقنية الفار لم تغير كثيرا في التحكيم المصري بل شهدنا أخطاء فجة وعجيبة وتوقفات طويلة تحدث في المباريات تفقدها الحماس لاحتساب قرارات غير منطقية وغير موفقة كما أن تقنية الفيديو أو كما يسمونها الفار لم تظهر كما نراها في الدوريات الأوروبية وخصوصا فيما يتعلق باحتساب التسلل وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول كفاءة الأجهزة المستخدمة في تقنية الفار وتدريب الحكام عليها مسلسل أزمات التحكيم والظلم الواضح الذي يتعرض له فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ما زال عرضه مستمرة فمتى ينتهي ويزول وأين الحل؟ نرجع مع حضراتكو كابتن ناصر طبعا حضرتك محاضر دولي على مستوى عالي جدا خلينا نتكلم كده بخطوط عريض أو خط العريض الأولاني ليه أزمات التحكيم مستمرة في الدور المصري بهذا النمط هو طبعا قبل من نتكلم على التحكيم بس أعاوز أوضع حاجة مهمة جدا إننا نحن النهاردة بنجرب أو مش بنجرب إحنا نشتغلنا فعلا في تقنية الفيديو اللي هي المفترض إنها تقلل من أخطاء التحكيم على فكرة البار أو تقنية الفيديو دي مظلت حماية للحكم يعني في حاجة مهمة إن تقنية الفيديو الموجودة ديت مظلت حماية للحكم عشان خطر الأخطاء بتاعته اللي هو ممكن يرتكبها في المباراة هنا الفيديو بتدخل وممكن يصلح من الأخطاء ولكن عاوز أقول حاجة مهمة إن إحنا تقنية الفيديو مش بس حكم أونفيلد وحكم فار لا فيه كمان عناصر قيدة المشتركة كابتن هاني عشان بس نوضح للناس عندنا موضوع النقل ده مهم النقل في سوني عندنا الكاميرات اللي موجودة في مدان اللعب عندنا كمان الشركة اللي هي بتشرف على التقنية كل هذه الأمور داخلة أمور كتير جداً يا كابتن وحنتناقش مع حضرتك فيها بشكل مباشر لكن أنا دايماً بحب أفتح الحوار من نجيب الأول من جزوره شوية هل عندنا فعلاً في مصر أزمة تحكيم بقالها فترة ده جزء حتى قبل الفار نتكلم وهل لما جي الفار ده كان ساعد العملية التحكمية أو ساعد الحكم المصري إنه أخطاء تقل بشكل مباشر ولا لا تماماً كابتن إحنا نتكلم في الفار عشان نقول إن الكلام ده إن الفار ساهم بنسبة جيدة في تقليل نسبة الأخطاء يبقى لابد إن إحنا يكون عندنا الحكام الفار على مستوى جيد جداً من التدريب لأن أعزوك الحاجة مهمة لأن الحكام دي ما تدربتش كتنهاني ما خدش الفترة الكافية ما تدريتش بشكل كافي على تقنية الفار هنلاقي فيه حتى المفهوم بيختلف من حكم لحكم حتى المفهوم من التعاون ما بين الفار وما بين حكم مبارا هنلاقي فيه اختلاف ليه إن إحنا أي تجربة كتنهاني النهاردة هل نتكلم لابد إن هو الحكم ياخد وقته لحين الاستيعاب هل نتكلم في تطبيق نظري وتطبيق عملي أعتقد إن الفترة اللي هم الحكام يدربوا فيها في الفترة اللي هي 37 يوم أو 38 يوم بعد كده حصلت الكورونا دي ما كانتش كافية وبقام بنقول إحنا طيب إحنا إيه الحل إيه الحلول إحنا جايبين الفار ومنطبقه في مصر لابد إن إحنا نطبقه طبقاً لبروتوكول الفيفا والمجلس الدولة التشريعي ولكن هناك بعض الأخطاء موجودة أخطاء من الفار أخطاء من الحكام هنا بنقول لجل الحكام لابد إن هي تتدخل سريعاً إن هي تتدي تشترعاً مع الحكام إزاي إن هما يتلاشوا الأخطاء في الفترة اللي هي اللي جاي يا دايماً وكلمة البروتوكول دايماً كنا بنقولها بنقول في بروتوكول معين للفار البروتوكول دوة حضرتك برضو تشرحه بشكل مفصل لإن الناس يعني آه نسمع البروتوكول طب هل البروتوكول ده هي والعلاقة ما بين حكم الساحة وحكام الفار طب هل البروتوكول دوة كمان هو ليه علاقة باللعبين يعني ليه علاقة باللعبين لأن احنا في بعض الأحيان بنشوف لعيب بيروح يقول للحكم ارجع للفار في بعض يعني في دول أخرى اللي بيعمل كده بياخد انذار يعني كلمة بروتوكول حضرتك تشرحها للناس عشان نعرف ونبدأ من الحتة دي نمسك جزئية جزئية ونعرف احنا بالزبط راحين فين بالزبط احنا بروتوكول ومبادئ وتطبيقات دي كلها بتبقى موجودة في الكورس اللي بياخدوا الحكم أو الحكم الفار طيب يعني ايه هو هو الفار وسيلة مساعدة للحكم في القرارات ايه هي القرارات القرارات اللي هي الواضحة جدا الواضحة هنا هي كتن الواضحة يا كتن هاني يعني حدك لو في مشاهد في البيت وبيتفرج مشاهد وده سأل يقول لك لا راك الجزاء واضحة او مش راك الجزاء ده المشاهد المشاهد العادي المشاهد العادي يعني كل اللي بتفرج على الحالة يقول لك فعلا الحالة دي كزا ده بالنسبة للحالات الواضحة الظاهرة الفائتة أو الغائبة عن الحاكم زي عن سبيل المسال بقلنا لو فيه هدف جه هذا الهدف بيعمل عليه تشيك البروتوكول قدامنا بس برضه عشان الناس اتفضل لكابتن كامل بنتكلم على البروتوكول طبعا موجود هو نقول إيه الأخطاء اللي البارد بتدخل فيها ده مهم نعرف مهم جدا قلنا راكت جزاء أو مشاكل جزاء يعني إيه راكت جزاء أو مشاكل جزاء الحاكم حسب راكت جزاء من بره هنا البيتو بتدخل يقوله المخالفة كانت من جوه آه يعني لو يعني مكان حقيقي حتى مش مش شرط إن الحاكم يروح يعني هو بيكلم في الكومينكيشن السيستم بيقوله إيه لا المخالفة حدثت من جوه أول عكس حاكم حسب من جوه الكومينكيشن الباري بيقوله لا ده الحدث من بره طب في الحالة دي يا كابتن يروح ولا ما يروحش لإني برضو هنرجع لنقطة إن ساعات أنا دلوقتي حاكم اديه ضرب الجزاء على أساس العرقلة من جوة الثانتاشر فالفار يقوله لا من بره في الحالة دي لازم يروح من نفسه يبص حولك الحاكم الدور الإنجليزي هناك حنتكلم عن الدور الإنجليزي في مثل هذه الحالات الحاكم ما بيروحش في غرفة المراجعة عشان يراجع ليه مخلص أصلية حقيقة مكانية يا كابتن هاني يعني إيه الكرة خرجت خارج حدود الملعب أنا مشوفتش كحاكم هو مين اللي عنده اللقطة ديت اللي خرجت خرجت ودخلت دي حقيقة مكانية التسلل مين اللي عنده اللقطة هو الفار تروح تراجع إنما زادها عشان قدر تدي تدي للقرار يعني يعني توسك الكرار ممكن تروح تشوف طب انت حضرتك مع قرار يعني انت حضرتك بتقول في إنجلترا تقريبا اللي بياخد قرار ضربة الجزاء هو الفار من الكلام على الخطوط على الخطوط أو التسلل يعني إيه زي ما احنا قلنا أنا بقول لك أن دي من بره خلاص أنا عندي شفت أنا كفار أن دي من بره مش محتاجة تيجي تقول لي في مصر ممكن يروح يبص أنت بقى حضرتك رأيك الفني نطبق الكلام بتاع إنجلترا يجي لك أنا عندي حالة هنا مهمة جدا هنجيبها كتنهاني بنشرح عليها الفرعمة ليه والحاكم عالمي دي من ديمل الحاجات هرجع تاني كتنهاني بنقول إيه إن راكد جزاء أو شاكل جزاء وقلنا إن ممكن تكون راكد جزاء من بره أو من جوه يعني راكد جزاء في تنفيذها كمان مهمة جدا إن ممكن يكون الحالي ستتقدم وحصل منها يعني دي حاجات كتيرة جدا إنما إحنا بنقول باختصار طي بعد كده في إيه عندنا هدف أو مش هدف كابتن هاني أنت حضرتك في حالة بناء الهجمة وانت كنت رعاك كبير رحت وأثناء البناء والهجوم حصلت مخالفة منك أنت أو من زميلك وبعد كده أنت يعني سجلت هدف أو الفريق النادي الأهلي مثلا أو النادي الزميلي جاب هدف بس كان فيه أسبوك مخالف هدف أو ليس هدف هل فيه مخالفة قبل الهدف ولا ما فيش هنا البار بيرجع الحكم يقول إن هدف مستليم طب حتى لو المخالفة دي حصلت أنت بتتدرج الكرة كده لو أنت حتى بتبني من ورا وفيه مخالفة حصلت في نص ملعب أنا اللي أنا جبت الجول وبدأت الكرة تتحرك تتحرك قعدت لمدة مثلا أربعين خمسة أربعين ثانية وجه هدف ممتاز ممتاز كابتن هاني يعني سؤالك جميل جدا جدا احنا بنقول لك في حالة بناء يعني حالة بناء إن الفرقة بتحضر بتحضر وتبتدي تنقل مثلا من تلت الدفاع إلى تلت الأوسط وإن تروح تجيب جول طالما الهجمة دي من بدايتها لنهايتها حصل منها هدف وفي قبل الهدف كان فيه مخالف عندنا حالة وحقول لك حالة جميلة جدا جدا وليه الفر ما تدخلش ليه الفر ما تدخلش يعني الفر ما تدخلش طالما إن الخطأ اللي جده ما جاش أثناء الهجمة ممكن يكون جي قبل الهجمة يعني قبل البناء الهدف اللي جيه فيه تقريبا في مباراة نادي الأهلي برضا كانت الأهل وجونا كان فيه واقع إن أحمد فاتح يقاله إنه ارتكب مخالفة مع اللاعب اللي هو المهاجم الزب وبعدين راحت راحت رجعت للشناوي لأ ما رجعت للشناوي دي بقت لعبة جديدة خالص بدأت لعبة جديدة الشناوي بقى راح عمل باص مرة لقطة اتنين جون هدف صحيح مليون في المية البور ما تدخلش دي من خلال الحالة هنشوفها هنشوف إنما هنكلم في راكل جزاء أو مشاكل جزاء نكلم في هدف أو ليس هدف نكلم في البطاقة الحمرة مباشرة وليس الإنذار الثاني عشان بس الناس تبقى عارفة عندي أنا برضو حالة في الدورة المصرح حصلت جدل كبير جدا جدا طب إنت بتدي إنذار تاني طب إنت مش من حقك تدي إنذار تاني لإني راح للبار بالضبط وكان إنذار تاني أعتقد كان أحمد فاتحي أعتقد أو اللعب النادي بالقول إن لما البار بيجيبك كابتن هاني إنت حدك حكم الميدان وأنا كفار هستدعيك في البطاقة الحمرة فقط لغير ولا يسارك النظار الثاني النظار الثاني ما أدرش هستدعيك فيه يعني إيه يعني أنا مولا كابتن هاني من فضلك احتملت فيه بطاقة حمرة للعب يعني اللعب ارتكب خطأ يستوجب البطاقة الحمرة ده تدخلي طيب يستوجب البطاقة الحمرة ننتي كتلاعب عنيف لاعب سلوك يعني استخدام كوة زيدة في حالة من الحالات إذا لاعب أنا شفت أنت ما شفتش فبقولك هتمت بطاقة حمرة ده تدخل مني كفار ولاسى الانزار الثاني ما دهش أقولك اللعب دوت ادي له انزار ده من دمني برتوكول الفار ده البطاقة الحمرة مباشرة طيب سؤال دلوقتي فيه لاعب أخطأ وخد انزار عادي لاعب عنده انزار ونفس اللعب دوت الفار قال إنه عمل فعل يستحق النزار الثاني يستحق الطارد ممتاز حلو ويبقى كده راح الحكم مقدرش هدي انزار في كارت الأحمر يرجع بقى يرجع يدي له يطلع الكارت الأصفر والأحمر ولا يطلع الأحمر الأحمر مباشر على طول مباشر ما نقولت حديثك إن أنا الكفار ما بقولكش إلا على الحمرة الحمرة فقط ما قدرش أقولك اللعب ده كان عنده انزار واستحق النزار تاني وتدوله انزار في انزار في أحمر دي مش شغلي فلو طلعوا له الأصفر والأحمر هنا هنا مخالف مخالف للبروتوكول مخالف للبروتوكول طرح ما أنا كفار جبت لحضرتك قلت لك دي بطاقة حمرة تبتيجت وتشوف آه الحكم ليه القرار الأول والأخير يا كابتن هاني حكم الميدان هو ليه القرار الأول والأخير حتى بعد مساعدة الفار هو الوحيد اللي باخد القرار ولكن حد نتكلم إمتى أنا أجيب الحكم وإيه دي المشكلة كابتن هاني عارف إيه المشكلة إيه إن إحنا لحد دلوقتي عندنا مشكلة إمتى جيب الحكم وإمتى مجيبوش يعني حينها الفار بيجيب الحكم في حالات لا تستطيع إن أنت تجيب الحكم فيها تبقى البروتوكول آه محصلت كتير مع ترهم طبعا حكامنا كلهم زمياننا ولجن حكام كلهم ناس أصدقائنا ونسح بيبنا ولكن أنا الحكم الفار البروتوكول قال لك الحالات اللي أنت بتجيب فيها الحكم محددة حكا تانية ما تجيبش حكم وإنت معندكش لقطة يعني أنا النهاردة أنا الفار كابتن هاني فيه لعبة حضرتك أنت خليت اللعبة يتواصل ما خدش فيها قرار حتى مليت راك الجزاء ومشاك الجزاء لعبة صعبة ولعبة تقديرية أنا كفار عشان أجيب حضرتك واستدعيك لابد يكون عندي لقطة واضحة جدا 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 تقول أني في لك الجزاء عشان حدك لما تيجي أجيبها لك هو ممكن يستدعي الحكم وما عندوش اللقطة ما هي دي المشكلة كتا يعني ممكن أنا أستدعي جاكفار أقول له فيه ضرب الجزاء وأنا ما عنديش اللقطة طب هقول له إيه دا المفهومة دا المفهومة كنت نهان لحنا من الكام بيقولي يا حكام الفار قال لي برتوكول واضح من فضلك أحيانا ما عندكش لقطة نتيجة أن الكاميرات في الملعب مش مساعدك أو اللقطة الوحيدة اللي عندك أو اللقطتين ما بيجيبوش الحدث بالتفصيل اللي الحكم يقدر يقبوه منه قرار طب انت بيجيبني ليه وهنا قال لك ما تجيبش الحكم طالما ما عندكش اللقطة الواضحة جدا للحكم من فضلك ما تجيبوش التدخل فيهورة النهاردة زي ما قلت فيه تدخلات غير مكبولة دالمرة ما عندكش لقطة ما جيبش الحكم ما فيش خطأ واضح قوي يعني كنتنا هنا حيانا احنا بنقول ان فيه فروق فردية بالحكام اللي بقدر حالة من حالات ممكن اقول تأدير حالة تأدرية برضاك ما تدخلش فيها التدخل في الحالات الواضحة وانا ديك مثال لو فيه سادة مشاهدين قاعدين كلهم يقولوا لا كلهم يقولوا فيه تلك الجزاء كلهم يقولوا ايه وده المشاهدين عاديين يقولوا فيه تلك الجزاء انها ما جيبش في حالة تأدرية ما جيبش في حالة ما عندكش زاوية دي اللي هي عاملة المشاكل حدقتي وزي ما قلت إن لجل الحكام أيضا كمان معذورة في الفترة التدريب إن الحكام ما خدتش الفترة التدريب يعني حضرتك يعني عشان برضو يتبقى الأمور واضحة كده قدام الناس حضرتك بتتكلم إن التدريب ما كانش كافي للحكام إطلاق إن كنت نطلق من 3 ل 6 شهور تدريب حد المغرب حد المغرب طبقت البار من 6 ل 9 شهور تدريب من 6 ل 9 شهور طبقت بعد 9 شهور آه طبقت بعد 9 شهور آه إحنا نارضة 38 يوم تقريبا وكان في استعجال يعني أنا آه إن إتحاد اللجنة الخمسة وإتحاد الكورة كان مشكور جدا جدا لإنهم صرفوا فعلا على البار مبالغ كبيرة وكانوا هم دايما عاوزين يعني يطبقوا التقنية من الدور التاني ودي عملت عملية ضغط على الحكام وعلى لجنة الحكام اللي كانت موجودة مشكورة نفزت البرنامج بس الوقت التدريب ما كانش كافي إن أنا يعني أخدم القصة قصة مش مستهلة كابتنهيان قصة صعبة جدا جدا أكيد أكيد إنت بتكلم في 50-60 حكم المفهوم مفهوم الكنسيبتة عند كل واحد هل كل واحد زي التاني بتكلم في الخبرات هل كل واحد زي التاني بتكلم في الفروق الفردية في ما هو بتحكم صحيح في حكم ما هوب في حكم مش ما هوب فإنت المهاردة بتعامل 50 حكم كأنهم كلهم عندهم كل الأوبشن نحن نتكلم فيه لأ طبعا الفروق الفردية ببين الحكم على المستوى المهو بسم الله إلعاب جامد ولعب كبير وكننا عنا عن نفسك وتبسامت عبا حضرتك مش مش مجامل ولا حاجة ولكن مش كل واحد بيلعب في الحتة اللي إنت حتك بتلعب فيها أكيد واحد مستوى عالي قوي وواحد مستوى متوسط وهكاس فنرعي الفروق الفردية في المفهوم بالنسبة لحكم كبار لي وخبرات حكم متوسطين آخر حاجة بنقولها بص لك عشان خاطر نحسن فيها اللي هي الهوية المفقودة كابتنهاني حينا في الزحمة وحاول انك انت حكم وضغط المباراة وفي حكم وفي بطاقة بتيجي تديها بالبات الديهاني أنا الارتكاب المخافة بتديها للعب تاني هنا البار يصحح لك يقولك لأ البطاقة اللي حابر عن انت تديتها حدثت في الدور الإنجليزي فعلا راح كتير نتيجة اللعبة بقى والزحمة وتشابك ما بين اللعبين اللي هو اللي بيحصل والحكم حين ما بياخدش باله هنا البار دوره ان هو يقولك لأ البطاقة مش لرقم خمسة البطاقة لرقم مسلا سبعة أو تمانية دول الأربع حاجات اللي احنا بنتكلم فيهم يعني بشكل عام تفاصيلهم طبعا يعني موجودة عند الحكام واحنا كلنا عارفنا ولكن احنا بنتكلم أربع الحالات اللي واضحين جدا اللي بار بيدخل فيهم البروتوكول حضرتك برضو مهم جدا ان يتشرح كمان للعيبة يعني لازم يكون لجنة الحكام بتبعت بعض الخبراء في التحكيم وده بيحصل كتير وانا كنت بقالع في ألمانيا حصل كتير لما بيكون في قانون جديد او تغيير في قوانين قرط القدم بيتبعت من لجنة الحكام بتبعت للأندية والله عايزين نعود نعمل محاضرة فيديو ومن خلال الفيديو بتقول لك لا دلوقتي في التعديلات كذا كذا حضرتك شايف ان من واجب يعني لجنة الحكام ان تقوم بالدور ده لكل نادي على أساس كمان اللعيب يعرف الأدوار دي احنا بنشوف اللعيبة دلوقتي اي حاجة بتحصل يروح للحاكم ويعمله كده اي حاجة تحصل يروح فكمان دي لازم يكون لها يعني اللعيبة تفهم ويطبق قانون ان هو اللي يروح يشاول للحاكم ده ده الطبيعي ياخد انزاريات حاولي حاجة تحاكم مهمة جدا مش بس ان انا عرف النادي او المدرب او اللاعب القانون قوانين تعديلات القانون تقريبا كل موسم بيبقى تعدلات كتير في مدربين كبار والكلام ده موجود في دورة الإنجليزية أو دورة الأسبانية أو اللي هم الخامس دولات الكبرى إن المدرب بيبقى عاوز يعرف القانون وتعديلاته ليه كابتن أنا باستخدم القانون كمدرب في التاكتج بتاعي الله أكبر عليك طبيعي في التاكتج اللي شفناه لدلوقتي تنير لعيبة بدل ما بتبني من بره الثمانتاشر بيسمح لك إنك تلعب جوة الثمانتاشر أنا باستغل القانون لصالحي يعني مفترض أنا كمدرب أسعى إن أنا أبعت لاجل حكام يا مفضلكوا بعتولي محاضر يديني تعديلات الجديدة في القانون ولكن هذا الكلام إحنا أنا كنت موجود في لاجل حكام وكنت موجود أنا وعصام وعزب وواجيه وكنا بنبعت لأنديها الفاكسات يا جماعة هناك تعديلات مفضلكوا قلونا المعادل يناسبكوا إيه ونجلكوا في بعض لأنديها كانت بترد طبعا لأنديها كبيرة وبعض لأنديها ما بتسألش روح تلف حتة جميلة جدا جدا النهاردة لبرتوكول الفاكسات في بعض الحالات هتلاقي المدرب واللاعب والإداري والناس كلها بتجري على الحكم تقوله روح الفاكسات روح الفاكسات روح الفاكسات شوف لنا اللعبة ديت كان ده ممنوع ممنوع أنك أنت كحكم كلاعب أو كابتن فريق أو إداري تقول الحكم وتأثر عليه عشان خطر يروح يشوف لغرف طبعا لبرتوكول قال فيه انزروا فيه انزروا فيه كارت أحمر يعني أي لاعب أي لاعب يقول روح للحكم يقول له بص على الظرب انزروا هياخد انزروا ممكن يكون انزروا تاني يطرد بالزبط كده أي مدرب نفس الشيء الكلام ده احنا عندنا في القسف الشديد بيحصل وممكن في حالات كتيرة هتلاقي لا ده في حالات كمان يا جابتن وده معرفش ممنوع ولا مش ممنوع بتحس إن بعض الأوقات الناس كلها بتجري عشان اللعيبة مثلا تروح تبص على كاميرا كاميرا بتاعت التلفزيون البس وهو يقول لك آه لا آه يعني ده كمان ده موقف غريب جدا عشان كده بنقول لك ابتناني بنقول ايه بنقول ايه اولا أنا لما بقول لك القانون بقول لحادتك القانون كمدرب انت بتستغل القانون دوت لصالح فرقاتك هقول لك الحاجة عن سؤال بسيط جدا جدا من ضمن التعديلات وانا بحكي ممكن فرصة انت بقانتنا للهلي بتدي ثقافة للناس حادتك بتلعب مباراة من شوتين بقين لعيت شوتين اضافية كابتنان انت كان عندك انزار حادتك كان عندك انزار في المبارا لجعنا ليه ركلات الترجيح من علامة الجزاء عشان نحسن النتيجة يعني تعادل وقت اضافي تعادل وقت اضافي تعادل هروح لركلات الجزاء حادتك عندك انزار واثناء تنفيذ ركلات خط الانزار التاني تترد ولا تبقى موجود في الميدان ده تعديل هو هو التعديل الجديد انه انا بقول اهو دي من ديم انا خدت انزار في المطش في المطش وروح من الركلات الجزاء عملت انت كانت سلوك اي سلوك خط على البطاقة تانية تخرج خارج الميدان وما تكملش ركلات الجزاء ولا تبقى موجود تكمل ركلات الجزاء ده تعديل موجود السجاج جديد ايه اقول لنا التعديل ان الطبيعي الاول كان ايه ودلوقتي بقى ايه الاول كنت تترت لكن دلوقتي تشوّد ان ركلات الجزاء ليست جزءا من المباراة راكات الترجيح وبالتالي لعنده انذار وراح به للراكلات الجزاء وخد انذار تاني حيكمل يعني شو الدرب يعتبر عنده انذار واحد بس انذار اللي هو الاولاني دوت ما بيتحسبش لما منروح لراكلات الجزاء واصل حضرتك الاول لا طالما انت عندك انذار وروحت لراكلات الجزاء خدت الانذار التاني شكرا ما تكملش النهاردة في التعديل قال ايه قال لابد انك انت خد انذار اثناء الشوطين واثناء الكسرطين عنده انذار وراح لراكلات الجزاء وخد انذار تاني لا ما يتحسبش اللي هو واحد بس اللي هو اخده ويكمل دي من دمني الحاجة دي تعديل من دمني التعديلت كتير جدا جدا حصلت في القانون خلي بالك اعتقد ان في كتير ناس مش عارفينها يعني الوحيد اللي هو حق التغيير اثناء لراكلات الجزاء هو حارس المرمى في حالة واحدة بس الاصابة الوحيد اللي هو حق انه هو ممكن يغير اثناء تنفيذ الاكلات هو حارس المرمى انا مش عاوز انه بالحالة تعديلات وكده لا مهم جدا كمان ان اه لا احنا بنتكلم في المجمل ان فيه تعديلات التعديلات دي فيه ناس كتير مش عارفها فيه ناس ما تعرفش ومدربين لازم يعرفوا علشان ده بالنسبة له ممكن يغير تكتيك على حسب التعديل الموجود بالزبت كده فكمان خلينا نرجع للفار ومشاكله تفتكر موضوع الفار ده وتسبب يعني سبب ضغوط على الحكام اكتر اداءه بياثر عليه حتى يعني حتى في الملعب بياثر على اداءه من غير يعني حتى من غير رجوع للفار بتحس الحكم بقى فيه جزء من التوتر شوية بالزبت هو المشكلة برضا كزي ما قد حدك ايه هو الحكم لو يعرف ان الفار ده هو مظل لتحماية ليه هو للحكم يعني هو ايه 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 الهدف من الفار ايه كابتن اهني ان يبقى فيه عدلة تحكمية خلال المتش وطول ما فيه عدلة تحكمية انت كحكم انت تبقى سعيد ان ما حدش تظلم فبالتالي سواء الفار دي لك او قالك او نصحك وانت اخدت القرار احنا في الاغر خالص احنا كفريق واحد بنوصل ليه القرار الصحيح اللي هو بيحقق العدلة التحكمية زي ما حدك قلت فيه بعض الحكام يعني بعض الحكام يالما يقول الفار بيقوله تعالى هو بيبصت لأيه اه يعني انا غلطت ولا ايه اللي حصل لي يعني ولا ايه اللي ايه الموضوع ايه الموضوع ايه هو انا عملت ايه وبعين ببراح بقى ايه الآن يعني هو قاله انا قراري كان صح ولا الفار هيصحح لأيه المشكلة مش عيب مش عيب ان انا اقول لك تعالى ان فيه حالة بس اللعيب ان انا يبقى فيه فريق ليه حق في شيء وما خدوش لان انت وظيفتك كحكم وكفار نحقق العدلة للفريقين وما فيش حد يطلع بقرار خاطئ من التحكم ده المفهوم اللي احنا عاوزين نوصله للحكام برضو بحضرات نتكلم ان شاء الله ما احنا معانا حالات وحنجيب حالات وكابتن طبعا يشرحانا بشكل مباشر عندنا حالات كتيرة للنادي الاهلي يمكن مش كلمة اتزامل لكن طبعا موضوع انه هو فيه ضربات جزاء كتيرة كانت موجودة لصالح النادي الاهلي وما تحسبتش الزمالك وكان فيه في اسوان والاسماعيلي بس خلينا نتكلم على بعض المشاكل الغاية دلوقتي اللي بقى بتقابل الحكام لتطبيق الفار بشكل سليم حضرات كنت يمكن انه واحنا بندردش بتقولي البس التلفزيوني على سبيل المثال بالضبط 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 قلنا المشاكل اللي ممكن حتى نقول للناس دي تبقى يعني خلي بالك الحكام برضو عندها بعض المشاكل في البقنية برضك المفهوم الناس عند الناس ان المشكلة كلها عند الحاكم اللي هو الوام فلد والمشكلة عند الحاكم في غرفة الفوار لا ده عندنا مشكلة تانية عشان بس نوضح طبع عندنا النقل التلفزيون ده مشكلة عندنا عدد الكاميرات في مدان اللعب اه هو الحد لأدنى ست كاميرات مثلا انا شايف ان حكمان الكاميرات دي كانت تنهيد لابد ان تتحط في اماكن تتيح الزوايا اللي هي تقدر بالحكم مين يا خط اللي بيحط الكاميرات دي ما احنا برضو هنرجع فيه كاميرات حضراتك بتقول ان ست كاميرات في الملعب ده الحد لأدنى اللي هو عندنا في مصر عندنا اللي موجود طب هل لك انا مفاجئة بعد يزن حايدك لا تفضل في بعض الدوريات الأخرى اللي هي المكل موجودة في بعض الدول عندنا فيте لايب الأدنى بتالي العربي في بعض الله ب18 كاميرا في المدان 18 كاميرا في المدان 18 18 ليه 18 كاميرا تPEكنا انا كحكم عندي أوبشان عندي أكتر من زاوية اعرفه افسر القرار واع دي اوضح القرار بدل ما اجيب زاوية او اتنين لأنا عندي أكتر من زاوية دي من ضمن التقنية اللي هي الحاكم aحياناً بيبقى مظلوم فيها. التكنيكا اللي كابتن اللي بيحط الكاميريات دوت. هو مفروض مخرج او يعني مش عاوز اتكلم في النقل اللي تليزون دي ان دي مش بتاعتي. لأ اه ده احنا بنتكلم. ولكن هو بيشوف الكاميرات دي تفيد تفيد. اه. ده بوزء مهم جدا من البار حدد تتكلم على. لان حاولك على حاجات. فضل. اولا مفيش شك لابد يكون في كاميرا مع الحكم المساعد رقم واحد والحكم مساعد رقم اثنين. لابد يكون في كاميرا خلف المرمى هنا. وخلف المرمى هنا. الدولات مفيش فيهم هزار. يعني دوت اربع كاميرات اهمة بنتكلم فيهم. لكاميرا التسلل. للمساعد رقم واحد والاتنين. والكاميرا الخلفية اللي خلف المرمى. لان في حالات بتيجي. محتاجة انك انت تجيب الكاميرا الخلفية عشان تدي منها زاوية للحكم. اه. في الكاميرات تانية اللي بتبقى موجودة في الناحية العكسية او في المدان اللي. دي كلها بتتحط. كابتن هاني في بعض الملعب مش كلها زي بعضيها كمان. بعض ملعب ما عندكش ال الماكن اللي تحط فيها الكاميرا. اه كمان الاستادات. ممكن مكونش مجهزة. بالزبط كده. بالزبط كده. فهنا موضوع الكاميرات ده مهم جدا جدا جدا. وضع الكاميرات في المدان اللي مهم جدا جدا عشان هو ده اللي هيتيح للحكم الزوية. اه كمان الاوبوريطور اللي عندك اللي شغال على اللي هو ممكن بسرعة يجيب لك الحالة بسرعة وتاخد وقت قليل. ده مهم برضو كابتن اول. ده مشكلة. او بالما بيجيب لك الحال. يعني يعني احنا اتكلم كابتن احنا اتكلم بحاجة كتيرة جدا. ده اول ما بيجيب الحالة ويجيبها للحكم الفار بياخد وقت كبير. يعني اه في حكمان الكاميرات اللي هي الفوركي دي مهمة جدا دي مش عندنا قطع. يعني الفوركي ده وقت في امكانية الكاميرا ان هي بيجيب لك الحالة بنسبة التسلل بسرعة للفور. عشان يعني يقدر ان هو. طبعا. يتكلم. الكاميرات كمان عندنا مش اعتقد مش فوركي او مش مش. التقنية عندنا لغاية دلوقتي مش. يعني خلينا اقول بعض التقنية اللي داخل الفور من خلال كاميرات. من خلال اماكن. من خلال. بزا. محتاجة. 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 يعني شوية. او محتاجين. ده بيأثر بشكل او باخر على. على حكم الفور. وانا بكلم بصراحة مش مع ولا دد ولكن هو والحكم برق مظلوم احيانا زي ما قلت يا كابتن هاني. انا انت بتديني زاوية تقول لي خد. ما عنديش فيها مش واضحة. يعني مقول 18 كاميرا يا كابتن. 18 كاميرا اعتقد ان فيش حالة هتعدي منك. بس في بعض الحالات يا كابتن يعني. واحنا عادين في التلفزيون من الفرج عليها. ده اللي بناكلم فيه بقى ده واضحة. واضحة. بتبقى واضحة جدا. معاك. واحنا اصلا يعني على على الجهاز التلفزيون قدامنا ويبقى فيه عرقلة من جوه. مثلا مقش الالي والزمالك. اه. عرقلة واضحة جدا. جدا. من وليد سلمان وامحمود. يعني مش محتاجة عندك طول برا ولا جوه. لكن الحاكم قالك لا. يعني. دي حالات عندنا كتير حصلة جبت واضحة جدا زي ما قلت حالتك. والمشاهد العادي قال. اللي هو المشاهد قال. لا دي لك الجزاء. وكلنا اجمعنا. وبنتفاجئ بنكرر حاكم بيجي عكس. النقط اللي عزق لها مهمة جدا. قبل ما نروح للحالات. بنقول للحكم. انسى ان فيه فور كتن. انسى اللي فيه. دي الحالة. دي الحالة اللي في فور. ما تطرقناش انها برا ولا جوه. لكن. ده الحكم ايبان بيبك الحاكم كليواتي. اه. حاولك مشكلت ايه. ده رجل ده مشكلت. ده مشكلت. ده رجل في الفين وعشرة تم ترشيحه كاس عالم في الفين وعشرة جنوب افريق. كان عنده تريبا ستة وعشرين سنة. بس قبل مروح الحالة بس يعني تسمح لي. هقول جزئية على هزا الحكم. طب. ستة عشرين سنة حكم صغير جدا. تم ترشيحه في القائمة الاولية بتاس عالم عشرين عشر. انت عندك فرصة تروح عشرين عشرة. وعشرين اربعة عشر. وطمانتاشر. كان عنده ستة عشرين سنة. بالزبط كده. طب تخلين الحكم ده مش في النغبة ايه? هزا الحكم مش في النغبة الاوروبية ايه? على الرغم ان هو اه دخل التحكم كحكم دولي كتير وترشح. ما بقاش في النغبة ايه لحد اه النهاردة عنده تقريبا تلاتة اربعين سنة اربعين سنة. طب قل لي بالله عليك لبقى عندك حكم ايبان بيبك ستة وعشرين سنة وكان عندك فرصة تروح اربع كاس عالم وانت مروحتش. انا بتكلم عن مستوى. اه طبعا. يبقى عنده مشاكل. اكيد عنده مشاكل. اكيد عنده مشاكل. تعال ان روح بقى لابان بيبك. الحكم الكرواتي. اللي هو ادار مباراة. وعنده مشاكل كتير جدا تحرك. تمركز. الادارة. السيطرة. بينه وبين الحكم المزاعدة. حكيت كتير جدا مشاكل وانت حكم كبير. المفترض انك انت خدت خبرات. نروح لما اشل قاله زمالك اللي مفروض ان احنا بنتكلم في حالة واضحة جدا جدا كابتن هاني. ولو شفنا الحالة النهاردة. ما حدش اختلف عليها. ما ده اللي بقول يعني واحنا عادين بنفرج حالة واضحة. هنا هنا بنتكلم في كابتن الخط ده حدك شافه كابتن هاني. اه طبع خط التمنتاشر. الخط دي لو حضرتك انه تم ارتكاب مخالفة معاك وانت رجلك على الخط كمان. الخط دي من الاماكن المحيطة يعني تبقى المخالفة تبقى مراكلة الجزاء من جوا. بنرجع للحالة كده ونشوف هنا. اللي نجح في لعب الكرة هو وليد سليبان. هنكمل. هنلاقي هنا المخالفة تمت داخل محيطات الجزاء. نمر واحد. الدفع موجود. والقفز موجود. وكل مصفات المخالفة موجودة. حنقول انه هو ما شافش. اوكي معاك. تعال بقى نروح بقى الفر عملية كابتن منجيب الحالات اللي اتحيارك. اه. انا ممكن في الملعب ما شوفش اقول مسلا انه ان المخالفة مسلا انا قدرتها انه مفيش مخالفة. ولكن طبعا هنا المخالفة موجودة تماما راكل الجزاء صحيحة. اه لم تحتسل. الفر هنا السرعة. ودي من ضمن الحاجات الغريبة دي انا بردك واقف عدناها شوية. يعني الفر قال له تعالى. وهقول لك بقى ده الفر ده ده كلهم من كرواتي. يعني عندهم الخبرات. وطبقوا الفر عندهم واشتغلوا كواس قوي قوي. لما جيبك انا كفر بقولك ان دي مخالفة راكل الجزاء. فهو جاينا ان هو راح طبعا خلاص احنا انا عمس كنت قاعد. اول ما راح قلت راكل الجزاء مفيش كلام. لان مش هنقول بقى احنا حكمنا النهاردة لسه ثمانية وثلاثين يوم في الفر لأهم حكمهم بسم الله ما شاء الله بقى لهم اه سنة او سنتين بطبقى الفر. وراح للفر ورجع ما حسبش. راكل الجزاء كان يجب ان هو احتسبها. راكل جزاء صحيح لوليس سلمان ما حسبهاش. والمخالفة اعتقد واضحة. دي من دي من الحاجات اللي هي ممكن تحيرك. طب الفر هو جاء اسأل نفسك سؤال هو لما الفر لما بيجيبك كحاكم يا ايفان في لعبة زاديت. اكيد هو عنده حاجة او شاف حاجة انت ما شفتهاش. اكيد. صح او لم صح? اه طبع. يعني انت يعني يقولك في حاجة حصلت انت ممكن ما تكونش شفتها. يعني فكرة ممكن تكون شافها بس ما اداش. او ما ادرهاش. او ما ادرهاش. هنقول ان هو مثلا يعني ان هنفترض ان هو ما قارفش قادة. تأديره كان مش كواس. طب لما لديك فرصة قلتلك تعالى اشوف حضرتك الحالة. برضك رجعت وخدت القرار اللي هو اه اه مفيش راكل. دي من دمن الاحجات اللي حدثت لنادل اهل. عاوزي بنوضع مهمة جدا انا كابتن هاني. مش عشانها موجود في الكرسي ده. تسمع لي بس اقول حاجة مهمة جدا للاستاذ المشاهدين. وده اه انا يعني انا حكين تلاتة عشرين سنة تحكيم. منهم عشر سنين تحكيم ليه الموردة الكبيرة لنادل اهل نادي الزمالك الاسماعيل الاتحاد. الفرق الكبيرة في ايام ما كان فيه جمهور. وايام ما كانت الكرة يعني تحس ان كان فيه كورة قدم. هحكي موقف اه اه ا اه النادل اهلي ما بيطلبش غير حقه. ان الاهلي كنتنهاني. ما بيطلبش قبل ناديل حقه. ان دايماً حريص ان هو ياخد حقه وحريص ان كل عندية ما ستاخد حقه. يا ايه. انا بوش الكام ده مجاملة. ما انحاول اهو. انا حقول. مش محتاج النادل اهلي حد يساعده. انا عيشت الكلام ده وانا حاكمت عشر سنين ادل اهلي. فيش لعب في الملعب قال لي مرة أنا ليا كذا أو من كذا. مفيش مدير فني يجي قال لي بعد المباراة حسن. هحكي لك حاجة مهمة جداً في 2004. أنا بدير لقاء من الأهلي وغازل المحلة. في غازل المحلة في دور 16. كاس مصر. كاس مصر دور التصوير. كان الأهلي متصادر الدولي العام. وتيم مش عايز أقولك من الأهلي تيم كبير جداً وكان رحمة الله عليه ربنا رحمة كنت تنسابة البطل. كان مدير القرى. وهذه المباراة الشوت الأولاني والثاني انتهوا سلبي سفر سفر. رحنا للشوت الثالث والرابع. إن الأهلي عماد متعب جاب تقريباً في دية 60 جاب هدف. في دية 60 شوت الثالث جاب هدف. شوت الثالث يعني شوت الأول الإضافي. شوت الأول الإضافي. المحلة عادل في دية 113 واحد واحد. حولك أنا طلعت بطاقة حمرة للعب من الأهلي في هذه المباراة. في الشوت الرابع يعني يعطب الشوت. الشوت الرابع أنا أشهرت البطاقة الحمرة اللعبنا للأهلي. احتكمنا لي ركلات الجزاء الترجحية والأهلي خرج من دور 16. أنا فجأت بإيه كابتن هاني؟ والله بحكي لك بأمانة وأنا في غرفة خالع ملابس. مش فجأت هو هو كان راح مطلع عليه يعني شخصية محترمة جدا. كانت نساب الدخل شكرنا واحد واحد واحنا كنا تقوم تحكم كنا أربعة. شاكين يا رجالة إحنا خدنا حقنا قدتهم براة كويسة جداً جداً. ومتشكرين وخد بعضهم مش. والنادي الأهلي خرج من دور 16 بدربات الجزاء. وهو النادي الأهلي كان إيه كان تيم إيه بقى يعني مش هتقولك وكان مدصدر الدوري. ومع ذلك النادي الأهلي خد حقه. وبالتالي محدش جيه دخل قال لنا إنتو إزاي عملتم ومعملناش. وفي لعب مطلوب من نادي الأهلي على الفكرة. وكان في لعب مطلوب مش عاوز أقول. كان في لعب مطلوب من نادي الأهلي. إذا النادي الأهلي بنقول إيه ما بيأخدش أو ما بيطلوبش أكتر من حقه وده حق مشروع ليه. وأي نادي لما بيقول يا جماعة أنا عاوز حقه هو حق مشروع ليه كابتاً. طبيعي حق مشروعه وكل حاجة والنادي الأهلي دايماً زي ما إحنا بنقول. لكن إنت عارف بقى السوشيال ميديا في الفترات الأخيرة والأهلي بياخد الدوري بالحكام. أعتقد يعني إحنا لو حسبنا كمية العدد النقاط اللي خسرها النادي الأهلي. مش هقود بسبب ظلم. لكن أخطاء تحكمية ممكن نكون يعني نكون خدنا الدوري من ثلاثة أربع أسابيع. بصراً كابتاً هاني إحنا دايما ما بدينا أخطاء. أو عندنا إنما عندنا عاش حاكم مغرد. خلنا نتكلم معاك يعني حكمنا كلها بسماشه الله. حكم جادة جداً. قلت لك الفترة دي كانت فترة يعني عدت بكل ما فيها ولكن هناك أخطاء. هناك أخطاء. هناك عدم انسجام ما بين الفار والحكام هناك موجود. بنقول الفترة اللي جاية لابد إن يكون فيه تدريب 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 بين الناس. أنا مش هينفع إن أنا نهاردة عندي أخطاء أخطاء والأخطاء دي ما تصلحش. لابد إن يكون فيه مسؤول الفار إن هو يعمل الكورسات للحكام ويراجع الحالات اللي موجودة. لأنه زي ما قلت إحنا عندنا أكتر من حالة النهاردة. ما عرفش لو فيه حاجة ممكن نقدر. يعني فيه حالات معانا لأن طبعا نستغل وجود حضرتك عشان كمان تشرح لنا والناس تفهم يعني. ده مباراة أسوان على سبيل المثال. يعني مباراة أسوان. واضح واضح جدا إن حارس المرمى ما لمس الكورة خالص ولمس رجلين باجي يعني. عارفك بتنهاني الحالة دي أنا بشكرك إنك أنت كنتها. بشكرك فريق الإعداد. هقول لك ليه؟ حالة من الحالات الواضحة جدا جدا اللي الحكم خد بها قرار صحيح. حسب. أنا بقول لك الحاجات الغريبة يعني اللي هي الفار عملها. ويمكن ديت كانت في دقيقة اتنين. هنا هنشوف هنا جيرالدو نجح في العاب الكورة هو نجح في العاب الكورة. وإن الحارس هنا لم ينجح في إنه هو يلعب الكورة. وبالتالي إيه اللي حصل جابتين هنا؟ هنلاحظ إنه هنا الإيد واضحة جدا. ولكن يا ساق إن حكم لم يتردد في احتسابها في دقيقة اتنين. يعني الحكم يركب لمباراة بعديها؟ خلاص. حدث كبير. طبعا. عارف الحكم متفاجئ بإيه؟ إن الفار جابه. إن الفار؟ جابه. قال له تعالي. طب بتجيبني ليه؟ يعني سؤالة كابتين. هي دي مش واضحة؟ إحنا قلنا بتجيبني في راكل الجزاء لما يكون هي مش صحيحة. ده من دي من اللي إحنا كنا بنكلم فيها من شوية. مظبوط. شفو أنت متخيل لما يكون أنت حكم كبير. وبتحسب راكل جزاء وبتبقى أنت واثق منها واضحة جدا جدا. البار هنا جابه ليه؟ ده السؤال اللي أنا بسأله. حدثك أنت بتجيب الحكم ليه؟ وهي راكل الجزاء واضحة. طب الحكم مش منحقه في الحالة دي. ما يقدرش للبرتوكول ما هو ده البرتوكول اللي الناس لازم تفهمه. أنا دلوقتي حكم. عارف يعمل لك ايه؟ واسق جدا. دي درب الجزاء. واضح أنه درب الجزاء. جيل بار قال لي. طب تعالها بص. ما قدرش ما رحلوش. عارف يجي لي انذار من الإفاب. المجلس الدول التشريعي لأن الحاجات دي كلها بتروح له. لو أنا كحكم ما رحتش هولك على حاجة. في كاس عام عشرين طمانتاشر. فليكس بيتش أو فليكس بريتش الحكم الألماني. هو أفضل حكم في ألمانيا. في دول التشريع كان هناك عند حالة فار راكلة جزاء. دي ما كان ماش أستراليا أو حاجة. وسويسرا. أو إيرلندا وسويسرا. والفار جابه أستدعاه. هو ما رحش. وصمم على قراره. ما رحش. ما شوه؟ في البطولة آه مع السلام شكرا. الدول التاني قلوه شكرا مع السلام. يعني لازم في ديار الحكم لازم لو الفار قال له تعالى لازم يروح. لابد أنك إنت تروح. أنا بسأل سؤال بس. هو أنت جيبته لي أصلا. حتى أنت النهاردة هنقول أنت هتجيبه لما هو ياخد القرار الخاطئة. يعني هنجيبه لما اللعبة دي يبقى الحارس لعب. مفيش راكل جزاء وهو حسب. تاني كابتن هاني. هجيبه إمتى؟ لو أنا شايف أن الحارس هنا نجح في لعب الكرة ومارتكبش مخالف. مزبوط. والحكم حسب راكل الجزاء. إنما اللي إحنا شاهدنا كله إن هنا الحارس ارتكب مخالفة. وإن الحكم احتسب راكل جزاء صحيحة مية في المية. أصل الفكرة اللي هاداك بتقولها دي الأمور مشت عكسي. الطبيعي يعني لو الحركة سريعة جدا ممكن الحكم ما يلاحس. أنت حضرات حكم صعبة جدا الحكم يعرف إذا كان لمس رجله ولا لا. بالضبط. فالطبيعي إن هو ما يحسبش درب الجزاء. والفاري يجيبوا يقولوا لا دا فيه درب الجزاء احسن. بالضبط كده. بالضبط كده. اللي حصل يعني. العكس. دي من ضمن الحاجات اللي إحنا بنقف عندها شوية. وده مشكلة في البرتوكول. يا سيدي إحنا بنقولك تجيب الحكم لما الحكم يخطأ. يعني لو الحكم أخطأ في نوم مثلا ما حسبش دي. ما حسبش دي تعالى. إبعاط له تعالى حسبها. إنما أنا أقول دي ممكن كان نقطة التحاول إلى حكم براو حكم طبعا صديقي. وحكم كبير جدا حمده أشهر. في دقيقة اتنين لما تجيبني انت وتعمل لي هزة في اللعبة دا تبقى عندي مشكلة. دي مش بس الحالة دي كانت من فيه حالات تانية كتيرة جدا جدا. كان عندنا من خلال الحالات احنا بنشرح برضك. ووضح ليه. بيطلع نقطة من خلال الحالات داية الناس مش فاهمها. يعني طب الحكم يروح ولا ما يروحش. طب لو راح أو لو ما راحش. بالحكم راح. راح وجه حسب. بس هو ورق. يعني هو برضك الحكم بيكلم نفسه كابتن هانا بيقول ايه. طب انت جيدني ليه يعني. اه ودي طبعا يمكن المباراة اللي فاتت. واصارت كتير من الدجل طبعا ضربة الجزاء اللي اتحسبت على احمد فتحي. ناس كتير قالوا ان مستوى الرجل احمد فتحي في المستوى الطبيعي اللي ممكن يلعب. ومستوى راس طبعا لعب الاتحاد. دي 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 حالة. كان واطي شوية. بالزبط كده. يعني دي من دي من الحالات. اني ممكن اسألك سؤال. مش احنا اختلافنا فيها. في ناس قالت ايه. قالت اللاعب هنا موطي. موطي بزيادة فالمخالفة تبقى على اللاعب. على اللاعب. والبعد قال لا 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 خالص ان اللاعب كان في مستوى اللاعب. وبالتالي نجح في لعب الكرة. وبالتالي المخالفة على احمد فتحي. في اختلاف ولا مفيش. في اختلاف طب. صح. ده خطأ واضح. واضح. ظاهر. يعني انت تقول ان هنا في مخالفة فعلا على حد من دولة. انا ممكن اقول لا اللاعبة بتمشي. انا على مستوى ممكن. انا ممكن اسألك. انا ممكن اسألك. انا اقول لك ليه. لان دي من دي من. هسألك. هقول لك ليه. لان دي من دي من الحالات ان في بار جاب الحاكم فيها. يعني ده خطأ بروتكول. اه. انت احنا قلنا ايه. انت بتجبني في الخطأ الواضح. اي حاكم في المباراة. دي لعبة. جدلية. صح. صح ولم صح. جدلية. البعض قال. وانا بقول له. البعض المحلين قالوا. ان هنا الخطأ على احمد فاتحي. لانه لم ينجح في لعبة الكرة. وان اللاعب هو نجح في لعبة الكرة. وبالتالي المخالفة على احمد. والانذار صحيح. والبعض اخر قال لا. ده اللاعب هو نزل على مستوى قدم اللاعب. وعرض نفسه للخطورة. انا كنت لعب كرة وعارف. وانا كنت مدافع وعارف. وحضرتك حكم دولي ومحاضر دولي وعارف. ان من واضح من الصورة. ان اللاعب فعلا نزل لمستوى. انا بتكلم. بيلعب عادي. يعمد مش رافع رجله مثلا لمستوى دماغه. لا ده الدماغ اللي نزل لمستوى الرجل. ما هو في فرق ان انا رجلية طلع على المستوى للدماغ. ولا الدماغ نزل لمستوى الرجل. دي حالة جدلية ولا مش جدلية. جدلية. هنا بنقول الفار انت الحالات الجدلية متخشش فيها. احنا قلنا الخطأ الواضح الظاهر الغائب. دي مدبل حالة الفار تدخل. وجاب الحكم فيها. ولكن انت دي حالة تعتبر من الحالات اللي مش واضحة قوي قوي. ما تجيبش الحكم فيها. هنروح للحالة اللي جاية بقى اللي هي الحالة المهمة. عندنا حالة في نفس المباراة. طب قبل الحالة اللي عبال ما يحضروها في اللقطة دية. برضو خلينا نتكلم على جزئية الحكم وشخصيته في إدارة حتى المباراة واتخاذ القرار. ساعات ساعات بيكون اوبر اكتد شوية. يعني ما احترامنا طبعا لجمال حكام حكم إبراهيم نور الدين حتى لما حسب ضربة الجزاء كان اوبر اكتد. يعني شايف انه هو شوية من العصبية في احتساب في احتساب ضربة الجزاء. على الرغم ان الموضوع لو حداك شايف ان ضربة جزاء بشكل. انا شايف انه ممكن يكون شوية عصب شوية. ده نتيجة للضغوط. كابتن هاني لو حدا كنت تلعب ولعب محترف كبير جدا في المنطقة بمصر. لو انت تعصبت شوية في ميدان اللعب تقدر تركز. لا التركز بيقل طبعا مليون في المية. لو انت شوية تعصبت او يعني او حصل عندك مشكلة. نفس الكلام بنقول الحكم لابد انك انت كحكم احتفظ بهدوءك. لان انت هتقابل ضغوط من الجماهير. ضغوط من الاجهزة الفينية ولدارية. انا هسأل حضرتك بردو سؤال انا يعني طرحته. هل من الطبيع ان يكون النقاش بهذا الحد. يعني انا ممكن اكون فاهم غلط. ممكن يكون ده طبيعي. انه بيقول له لأ طب هتلي ديت. او اعمل لي كده. يعني هو برضك يكون. هو برضك او برضك. او برضك في الحالة ديت. يعني بوس كدت ان هو برضك. انت لك ببقى في شوية من الحكم رايح. وانا عملت ايه. فهو كمان رايح بصوية عصبية متنشر وكده. فبيجي ممكن. حولك الحاجة. حوله بقى الكرة كده. ممكن يقول لك طب انتوا جابين لي ليه مثلا. يعني هو كمان ممكن لسان حاله ابراهيم يقول لك طب انتوا جابين له ليه. يعني انت بس هو راجع حتى اه شوف ابراهيم حتى. ايه بس انا معي. هنا. هنا انت شاورتها. بس اه. تمام. اه انا بقول لي ابراهيم. ابراهيم انت حاكم كبير. وانت كده انت 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 اللي بتاخد القرار. يعني انت حدك اللي بتاخد القرار. خد القرار بكل هدوء. اللي اللي انت عملته ممكن يؤثر عليك في القرارات اللي جاية. صحيح. ايه المنع انا عملت اشارة الوار. بروح مدي راكي الجزء خلص. بروح. بقى كاترة اللاعب يا كابتن. مروحش لللاعب ودي الكارت في وشه. يعني الله راح نضع عليه كاتت من حسام قالينا. اشهر البطاقة الحامرة بالذات. خلي بالك ما تقربش جن من اللاعب. لان هو ممكن يعني لا شعوري كده عملك اي حاجة. صحيح. ممكن اللاعب يعمل معك. فابعد وطلع البطاقة بهدوء. ما تستفيدش اللاعب. اذن برضا بنقول الحكم انت كحاكم براه. لابد ان تكون هادية. عرغم ان فيه ضغوط عليك من السوشال مادية. ضغوط من الجهازة الفانية والإدارية. من اللاعبين. انت كحاكم من فضلك احتفظ بهدوءك. لان ده بيحكس على قرارك. فيما بعد بيحكس على قرارك. الكلام ده بنقول الحكامنا كل قوي. في المحاضرات بنقول الكلام ده. ولكن طبعا يعني. بتختلف طبعا من. زي احنا كمدربين بنقول اللاعب. لا خليك هادية وما تروحش تكلم مع حاكم. احنا دايما من خلال القناة طبعا. وانا بشكل حديدتك وبشكل فري العدل اللي احنا بنجيب الحالات دي. بنوصل سالة لحكامنا خلي بالك. احنا مش بنهاجم حد. قناتنا الاهلي مع امرها ما بتهاجم حد. بالعكس احنا بندي ثقافة للحكام النهاردة. للمدربين. للجمهور. بندي ثقافة من خلال القانون. الحالات الموجودة. لا ده طبعا ده شيء مهم كابتن. ان كمان احنا يعني بنحاول نوصل. احنا بنتكلم في ملف وملف مهم جدا. احنا دايما لما نفتح ملف. بنقول عندنا مشكلة في واحد اتنين ثلاثة. وكمان بنطرح الحلول. مهم كمان حضرتك ان يعني لسه كمان عندنا حالة. حمدي فاتح كان كمان عنده حالة. حمدي فاتح في ماتش. اعتقد كان التحاد. هو هو ماتش الاتحاد. نفس القصة. بس هقف شوية كده بمخرجنا العظيم بس. مخرجنا العظيم. هنجيب اللقطة من اول خالص مخرجنا العظيم. ونشوف الحالة كابتن هاني. هو اللعبة كان فيها. بس ثقف هنا. كابتن ابراهيم الدين هو هنا كل تركيزه على الناحية الشمال. اللي هي الكرة اللي هي ناحية الشمال. انت حضرتك شايف ان التمركز في الحتة ديت. حاول لحضرتك. هو هنا ابراهيم هنا كل تركيزه طبعا هو هيخد اسبرينتة وحيوصل للنقطة اللي هناك ديت. في عينه كلها رايحة ناحية الشمال. تمام. المخالفة حصلت الناحية دي هنا. ستوب. هنا. هو طبعا ابراهيم ما بصش هنا خلص. وكل تركيزه على ناحية الكرة. ناحية الكرة. هناك اللعب دخل هوت ويحصل مشكلة يبقى أنا هناك. فهنا احنا قلنا الفار بقى هو ده دور الفار. واحدة واحدة بقى كده يعني اتكلم. ابراهيم هنا ما شافش الحدث اللي هنا ده. كل تركيزه لسه مع ناحية الشمال. اه. مع عالي ديانجا هو كل تركيزه معه. هنكمل اللعبة كده مخرجنا العظيم هنكمل اللعبة. وهنشوف هو ايه ده قرار ايه. حصل ان اللعبة تلقى اتراك لاروكني. ببراهيم اتراك لاروكني. بس مش هستعنف الوقت. اه هو بالزبط. مش هستعنف. اه. راك لاروكنية. بالزبط. الحكم قال له من فضلك. في حدث عندي. حدث عندك فايت. اللي هو احنا قوله حدث الفايتة. تمام. والحدث اللي هو آآ الفار. تعالى من فضلك شوف فيه هنا حدث شوفه. اه حتى بيقوله ما تغيرش انا لسه عندي. عندي لقطة الفار. حد كان طالب التغيير او حاجة ايه. فهو هنا بردك عملت ضغط على ابراهيم. اه. واللعيبة طبعا جريت كابتن روح الوفار. هو اصلا مش شافش اللي قابل انه زي ما قلت لحدك. هو كان مركز في الناحة الشمال. مركز ناحة الشمال. طيب. هنا بيعمل ايه بقى كان. هنا بيتكلم مع الحكم في الكومنكيج. اه. بيقوله تعال. نقف كده برجوز. نقف برجوز. نقف. ارجع بس شوية. هو لما بيحصل المراجعة كابتن هاني. هنوقف هنا بقى بالضبط هنا. هنا جالوا التعليمات من الفيديو. تعال. من الفار ان في حدث انت مشوفتوش. فلا بدي هو بعد ما يتأكد بيعمل اشارة الفار. تمام. وبعد يروح يروح في غرفة المراجعة بيشوف الحالة. نروح بقى وهو كابتن مرين براح شاف الحالة نروح كده معاه. خلاص هنا هو بيروح يشوف الحالة. وخلي بالك. طب التدخل ده بقى التدخل ده لازم منزور. ده ممنوع. اي اه 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 اداري مدرب. خلاص. كابتن فريق مفيش. مفيش. حكم بيروح. اه بالزبط كده. وما حدش يروح كامل كابتن في غرفة مراجعة يبص. هنا لابد ان هنا برضك في النقل يجيب لنا اللعبة. يعني انا اه اللي بيشوف الحكم في الفوار هنا مفروض يجيبهوني. هو هو اصلا هنا الحكم مش باين في اللقطة اصلا كلها. لغاية دلوقتي. بس كابتن هاني نروح لللقبة بقى الفوار جاب الحكم فيها. احنا قلنا الفوار لما بيجيب الحكم بيبقى فيه ايه؟ فيه مخالفة الحكم ما شافهاش. مزبوط. طيب تشوف كابتن هنا الشد. الشد خارج مطقة الجزاء واستمر داخل مطقة الجزاء. طيب. لو انت كمدافع الشد او انت مدافع شدية المهاجم خارج وسبت. خارج وسبت حشب بر. ركلة حرة مباشرة خارج مطقة الجزاء. مزبوط. لو الايد او الشد امتد داخل مطقة الجزاء استمر بناخد على الاستمرارية. الشد كان اللعب هنا في هذا التوقيت. لو انا قلت ستوب هنا هارجع. هارجع سنة. هارجع الرجل هنا بتاعت اللعب نادل اهلي فين كابتن. خلاص جوة التمنتاشف. هاقول ان هي على الخط. على الخط. لا دي بين قوي يعني اللقطة دي هو الشد بدأ مش الشد بدأ مرة. بس. واستمر. واستمر جوة. رجل اللي بين لحمدي فتحي جوة التمنتاشف. بزر. هنمشي شوية. بس انا عزقف. لأ هارجع سنة صغيرة بس كده عشان ايه. سنة. اقول ايه. هو سابق اللعب سابق. السابق امت. سابق امت. هنا ماشي. هنا فيه الغازة دوقتي ماسك. ماسك اهو. والرجل اليوم من الحمدي فتحي. دخلت منطقة الجزاء. دخلت منطقة الجزاء. اوكي هنا. بس. احنا قلنا لو على الخط كتن ده. الخط. الخط بيحتسب جوة المنطقة. بيتحتسب جوة المنطقة. صحيح. هذير اللقاطة راحت الابراهيم. هل هي راحت الابراهيم او راحت الابراهيم. بس انت لازم ان توضح له كمان. الايد. الايدة كتن لازم ان توضحها للحكم. طبعا هو راح هناك. احنا طبعا هنا محاجش اختلف ان هنا فيه شد داخل متى جزاء. ركد جزاء مفيش فيها كلام. هنا ركد جزاء كتن هاني. طبعا. مفيش فيها كلام ان احنا قلنا الشد امتد. امتد داخل متى الجزاء. وبالتالي ابراهيم راح شاف. وهنا هو شاف. اللقطة ولا فيه لقطة تانية ولا جاب له ايه. رجع ابراهيم ما حسبش راكلة الجزاء. هو الجدل اللي حصل دلوقتي. بيقول له. بيقول له. ديني اللقطة واضحة من فضلك. علشان. احنا بنقوله. يبقى فيه جزء تقليل. ان هو رجل عايز اخد قرار على يوقين كتن هاني. عايز اتأكد. عايز اتأكد. الزاوية مش سامحة. الزاوية مش سامحة. اديني قرار. خاصة ان هو ما شافش اللعبة. خلي بالك. ما شافهاش. يمكن برين كمان. دي تاني حالة يلفار يجيبوا فيها. يعني انت متخيل مسلا لما جبني في الاولانية. اه طبعا. وجبني دي كمان. هو مضبوط وعصف شوية. فانا بقول ان الحكام يعني رقفة بالحكام في ميدان اللعب. يا فار. من فضلك. لابد انك انت تطبق البرتوكول. ولابد من مسؤول الحكام ان هما يدوا تعليماتهم وحضراتهم ليه. الحكام الفار. لان الموضوع كابتن. لو مش كده خلي بالك ممكن تحصل مشكلة. ممكن يجيلك انظار من الافاب. انظار لانك انت التطبيع عندك مش 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 بشكل كويس. طبيعة كابتن. وزي ما بيقول يمكن دي امثلة. يعني احنا يا دوبك امثلة. الماتشين ثلاثة حصلوا للنادي الاهل خلال اسبعين ثلاثة. لكن في امثلة كتيرة جدا. يعني. وكتيرة وواضحة. احنا دايما كابتن بنحب دايما نوضح الامور. يعني. وانا دايما على المستوى الشخصي دايما ببقى سوبرت للمدرب المصري. وسوبرت للحكام المصريين. ودايما بنقول ان الحكام المصريين. في وقت من الوقات كانوا فعلا مظلومين. الامكانيات مش موجودة بشكل كبير. الانتقالات. الشكل الاحترافي مش موجود. لكن. لما دخل الفارق كنا كلنا امل ان الامور هتبقى. في شكلها الافضل يعني. في شكلها الافضل. والبروتوكول اللي حضرتك بتتكلم عليه مهم جدا. ان كمان الناس تفهم. ان في حاجات كتيرة جدا جدا نقصة. وان لجنة الحكام بتقوم بواجبها. لكن عندنا شغل. والله يا كابتن هقول مش مجاملة اولا. دو كلهم زمالي انا اشتغلت معه. واجي احمد وممكن الناس من عندهم الخبرات. ودكتور عزب حجاج. يمكن لهم خبرات كبيرة. الناس خلي بالك. يعني مسكوا برضك الفترة اللي هي. الحكام 37 يوم فار والدور يبدأ. فهم كمان. في حاجة نقطة مهمة احقولها. اخيرا كابتن. احنا عندنا النهاردة اللي معها رخصة الفار القونفيلد. طمانتاشر حكم. طبعا. ما حدش تقدر يلعب غيرهم هما. ما حدش اقدر يجيب حد من بره الحكام عندنا حكام كثيرة. انما يحمل رخصة القونفيلد. طمانتاشر حكم فقط. انا نهاردة بشتغل في دول. لان ما عنديش قصة التانية قدي حكام تانية رخصة القونفيلد. فانت بتلعب في طمانتاشر حكم. طمانتاشر حكم. فقط لغير. عندنا الاسبوع تسعة وربط. تسعة وتسعة. يعني الحكم اللي عنده مشكلة هنا. ومشكلة هنا. طب هتعمل ايه. فحنا بنقول ان الفترة اللي جاية. لابد ان نتعمل كورس اكتر. اكتر من كورس. ليه. قد الرخصة لعدد تاني من الحكام. عشان نعمل روتيشن. يبقى عندي عدد كبير كابتن. مثلا. بدل ما عندي طمانتاشر حكم. هيبقى عندي اتنين واتش. خمسة واتش. تلاتين حكم. صحيح. فهما بيشتغلوا برضا في قد الحدود. طب هو كمان. كابتن هخش مع وضوع مختلف شوية. طبعا الحكام الكروه اللي شغال معاك. يعني انا دايما بتكلم. بتحس من مباراة ان فيه هيرموني ما بين الحكم والحكم الرابع وحكم الراية. وتحس ان المجموعة متجنسة. دلوقتي انا ممكن يكون على سبيل المثال لما فيه حكم يقولك. طب الحكام المساعدين جوه في الفار مين. هو نفسه يقلق. يعني يحس ان هم لا. دا ينهى رب يد دا مش هيدوني اللي انا عايز. حقولك. دا موجود دلوقتي. حقولك على حاجة. انا عن نفسي وان كنت حكم. احيانا بكون معايا مساعدة انا بقى الان منه. الان منه. طبعا. طبعا. لما بقيت انا بقى حكم كبير. يعني انا رايح مباراة مهمة. يعني انا انا يمكن ان الحمد لله. جميع براتنا الاهل اسماعيلي. في الاسماعيلية. المصري بورسعيد. مالك نفس الشيء. يعني كنت بقى لعب مباراة. فلما انت عاوز تنجح مباراة. لابد انك انت تديني طاقم التحكم على العالم استوى. يعني تديني حكم مساعدة تقيل. عشان يقدر ان احنا نشتغل مع بعض. انا النهاردة كابتن. انت تتكلم في الوقت مهمة جدا جدا كابتن. انا كهايني رامزي. اللاعب الكبير. اللي هو بلعب منتخب مصر. واحترف في المانيا. وبعدين فيه لعب لسه طالع ناشئ. اللاعب وعندي حكم في الفار. صاعد كل حاجة. بس ما عندوش الخبرات. انا عن نفسي ببقى الان. ليه؟ بتفري كتير جدا. مثلا هقول على سبيل المساء. جهات جريشا مثلا حكم من الحكام الدوليين. اللي راح كس على. نحط معها مثلا البانا. وحكم دولي. في الفار. اكيد حيبقى فيه تناغم. وفيه انسجام. وفيه عدم قلق. انما لو نحط مثلا حكم دولي كبير. ونحط حكم مش صغيرة حاجة. والحكم خبراته قليلة. دي بتبقى بردك عاملة شوية مشكلة عند الحكم الميدانة. ده ياخدني يا كابتن لقصة تانية. وسؤال تاني. جوه دائرة التحكيم. فيه صراعات ما بين الحكام نفسها. وفيه اه. فيه مشاكل داخل الدائرة ديت. ولا الدنيا ماشية بسلاسة. والحكام متفاهمين مع بعض. يعني برضو دي. اعتقد يعني من وجهة نظري. انا حستان حضراتك تتكلم وبعدين اعلق. لكن السؤال. دائرة التحكيم والحكام مع بعض. عندهم مشاكل مع بعض جوه بقى. بكل امانة. هل تقصد الحكام. ولا بره بقى. لا التحكيم الحكام في مصر هنا ما بينهم من بعض. دائرة التحكيم نفسها. بيبقى فيها مشاكل مع بعض. بعض النفسيات. الصراعات معينة لرئاسة لجنة. انا عايزة بقى رئيس اللجنة. فهنخش تعيين الحكام في المباراة. لها حسابات خاصة. ما لهاش حسابات خاصة. انا بقول لك. بنقل الاسئلة اللي الناس بتسألها. في حسابات خاصة ممكن جدا. عين الحكام ده. علشان ده ياخد مباراة اكس. ده ياخد مباراة واي. ده دي لها حسابات. الحاجة التانية جوه. جوه التحكيم نفسه. لا. في صراعات علشان انا عايزة اركب باللغة العامية. ان انا اركب ابقى رئيس لجنة التحكيم. او اخد موزيشن. يعني العملية دي موجودة. ولا مش موجودة. ولو موجودة موجودة بنسبة قدية. تمامي كابتن. احنا هذا بنكلم على جزئتين. جزء من الحكام انفسهم. اللي هم الحكام اللي عاملين حاليا. والجزء التاني حدك تقصد به. مثلا اللي جان. الناس اللي برا اللجنة. اللي هم مثلا اللي مش شغلين في اللجنة. اخليك تقول انا انا ارأس. ما انا حاولت احاولت احاولتك نوعد ضحي. اه بالزبط. يعني اكلمني على الجوة. الناس اللي جوة. احنا نكلم ما بين الحكام. اخلينا اقولك. مش بس كابتن نهاني مش عندنا في مجال التحكيم. لأ احنا في بعض المجالات هتلاقي فيها الكلام ده. طب ايا. اكيد. يعني انت كنت لعيب وعارف. يعني. فيها طبعا حكام كبار. كابتن فاهم عمر. كابتن ايمان نجيش. الاول مرة يخش جاء الحكام عدوة عدوة لاجنة الحكام. عندنا يعني فئة محمد فاروق. اعتقد طبعا مع المجموعة الجميلة اللي موجودة. كابتن عزب وكابتن وجيه. حنقدر نشتغل. مش شكل عرض. نروح هنا ده دور لاجنة الحكام. كابتن تتكلم في مهمة. يعني نقطة مهمة جدا. ان الحكام ما بتحيبش بعض. طب فين دور لاجنة الحكام هناك كابتن هنا. مغاند دوري. انت متخين. هناخد المثال على ال 11 لاعب. او ال 18 لاعب. لو نقطة 11 لاعب بيحبوش بعض. مش هنقدي بشكل كويس دور. مش هتطلع منتك كويس طبعا. انا النهاردة. الكلام ده بيحصل امتى من خلال العدالة التحكمية. العدالة التحكمية. نفص شوية عدالة التحكمية يعني. يعني ايه. يعني قدي كل حكم على. يعني. ما بيلعبش. اه. ما بيلعبش. انت اللاعب ده هيقعد كده ساكت. ولا هيبقى زعلان. ولا هيبقى فرحوار. هيبقى زعلان اكيد. طبيعته. طبيعي. والعدالة التحكمية اللي ايه. مش هنوصل للعدالة قوي. لان دي العدالة دي مش عندنا. يعني عند ربنا سبحانه وتعالى. هو اللي عنده العدل كله. ولكن عندما تشعر كحكم بالعدالة التحكمية. ان انت وقد حقك. وانك انت بتقيم على مستواكل فني والبدني. وبتاخد حقك. اكيد حيبقى فيه رضا. واكيد حيبقى فيه. اللي احنا متكلم فيه الحق. ولكن لو العكس. النهار ده انا مش اخد حقك. يعني انا مش اخد برضك. انا مجتهد. وعندي بدني كويس. وفن كويس. كويس. واخدش متشاط. ومثلا. انا بتكلم بشكل عام. انا بشكل عام. احنا بنتكلم في مشاكل عام. وحكم تاني بياخد حقي. هي دي اللي بتعمل مشاكل يا كابتن هاني بفكرة. طبعا. بتعمل مشاكل ما بين الحكام وبعضها. بالزبط كده. احنا قلنا لجنة الحكام دي. دورها مش بس ان هي تعاين الحكام وضرب الحكام. لا دورها كمان. فيه دور انك انت تلم حكامك. تلم حكامك. كلهم يحبوا بعض كتيم. اللي بينزل يحكم التاني. يتمنونه ان هو يقدي بشكل كويس. يبقى فيه حب. لجنة الحكام ديها دور كبير جدا. حتى لو هناك بعض المشاكل. طب فيه حسابات خاصة لمبارايات معينة بحكام معينة. دي نقطة يعني بيبقى فيه حسابات خاصة. مباراة كبيرة. مباراة قمة اهلي واسماعيلي. اهلي وزمالك. بيرامدز اهلي. بيرامدز زمالك. بيبقى لها حسابات خاصة. لحكام معينة. بتبقى بالاسم. لا الحكم ده لازم يعني. يروح للحتة دي. يعني احداك بتقصد ان الحكم يطلب ان هو اي حكم مباراة. ولا اللجنة تحطه في المباراة. اللجنة بتحط حكام معينة في مباراة معينة. شوف كتنهلي. كتنهلي. يعني ده ده للمباراة دي. وده للمباراة دي. حكلمك على الفترة انا كنت فيها بامانة. الكلام ده ما كانش عندنا خلص حساباتنا. احنا بنتكلم. يعني كل مباراة كتنهاني لها ظروفها. طبعا. ظروفها ايه. هل هي مباراة صعوبة فيها صعوبة درجة صعوبة. هل المباراة فيها ضغوط. هل المباراة الحكم يستحملها كشخصية حكم. ممكن الحكم ما يداش تزعمل مباراة. ما يستعملش ضغوط المباراة. ممكن الحكم ما يداش تزعمل الجمهور. زي زي اللعيب يعني. بالضبط. هو اللعيب ممكن في نياته كريسة لكن ما استحملش ضغوط. يعني عندنا حكم كبار يلعب في وصل ستين سبين الف وتفارج ما عندوش مشكلة. في حكم كانت صعب ان هي تلعب في الجو ده. تجريس لجنة انا ده عاوز تنجح. وانا بتكلم غلط. طبيعي. طبعا. فانت عندك كل مباراة. لابد انك انت تجريس لجنة. بتشوف الحكم الافضل ليها ايه وبتحط. كل مباراة يعني. مباراة الكبيرة لابد ان انا اعضل افضل حكم عندنا. وافضل حكام من ناحية الفنية. البدنية النفسية. مفيش مجاملة كتن في كلام ده اصلي. يعني عشان انا جامل حكم وحطه في مباراة. يبقى انا مدر نفسي. يبقى انا كريس لجنة او كرجل تعدانات. هدر نفسي. طبعا. انا قلت العدلة التحكمية ليه. لان احنا بتكلم في كلام ده. كلنا كنا نبسين لعب النادي الاهل. احنا كنا حكام. لا. على المستوى. في بورس عيد. اه. في الاسماعيلية. اه. في المتشاط الجماهيرية جدا. طبعا. طبعا. المتشاط دي كلنا كنا نتمنى ان نلعب بنهاي كاس مصر. بس محتاجة شخصية معنا. بالزبط كده. بالزبط كده. يعني احنا محتاج حكم. عنده موهبة. شخصية. يستحمل الضغوط كلها. نتكلم في ضغوط جماهير وضغوط سوشال ميديا ومدربين في اجهزة فنية. اللعبة في الملعب دي مشكلة. ده فيه لعبة تعمل لك مشكلة من اول ما بتنزل بتعمل عليك ضغط ضغط ده. طب. اذن انت كريس لجنة من فضلك المباراة اللي هي كبيرة. لابد انك انت تختار لها الحكم الكبير. اللي فيه مصافات كويسة. ليه? عشان اخطأه تبقى مش كبير. الحكم الكبير. رأي حضرتك في طبعا يمكن بعض الاخبار جات من المغرب. او الاتحاد الافريقي بيقول البكاري جزا. طبعا الحكم عنده مشكلة كبيرة جدا مع النادي الاهلي. هو المرشح يكون حكم مباراة النادي الاهلي مع الوداد في نصف النهائي. انا اتكلمت في النقطة دي وقلت وحضرتك تصلاح لي. هل من الطبيعي ان حكم يحكم لفرقة واحدة مباراتين يعني متتاليتين النادي الاهلي في المباراة اللي فاتت كان اول حكم. فروب عن النهائي. كان تقريبا او كان بكاري كان عنده. بكاري كان عنده مباراة النادي الاهلي. طب في دور قبل النهائي رغم علامات الاستفاهم الكبيرة جدا على الحكم دوت. ممكن يكون محطوط لهدف معين او ايه سبب وجوده رغم الكرسى اللي عملها طبعا في مباراة الرجاء. وكان عنده مشاكل كبيرة جدا لسه قريبة. والرغم عن كده يتحط في مباراة قبل النهائي النادي الاهلي والوداد. بوسي كابتنين يعني هي احنا سوش الميديا بيتطلع حاجات كده بس هي مش حاجة. يعني عشان نقول ان مش الاهلي والوداد هيبقى يوم تقريبا 18. يوم الاهلي والوداد هيبقى يوم كم 18. يوم 18 عشرة. 18 عشرة. النهار ده كم? احنا بنتكلم لسه شهر. 16-9. شهر تقريبا. مش حاجة نزل في خارس رسمي من الكاف. ايو بتوقعات ما هنبص اللي قالين او برضو. ماذا بقال الكلام ده كابتنين؟ الصحف المغربية. ما الصحف المغربية ما احنا اللي قالين او لازم نحضر نفسنا. الصحف المغربية في نفس كلام التأجيل. كان الموضوع لا الموضوع خلص القرار ان هو في 24 سبتمبر. لقالك في الاول تلع تقارير مغربية من داخل الاتحاد الافريقي بتقول كذا. والكلام ده اضحق. طب التقارير المغربية دلوقتي وعلمت استفهام دايما تقارير المغربية هي اللي بتطلع على داتا او بتطلع على الخبر من الاتحاد الافريقي. نفس الخبر من صحيفة المغربية قالت ان يعني بكاري هو حكم مباراة قبل النهائي ما بين الاهل والوداد. مفيش قرار رسمي اي نعم من الكاف لكن ده وارد يعني. بالضبط وارد كابتن. احنا بنقول برضك ليه لكن الحكم في افريقيا هي مفيش عندنا لايحة تقول ان الحكم يحكم مرة او مرتين. مفيش كلام ده عشان بس ان يبقى الكلام واضح. لانا حق للجنة الحكام اللي هي تعين. ممكن كابتن هاني هنحطك في موراة الاهلي. وهنديك الاهلي تاني. بس هبنتكلم فاقا كابتن في المعايير. صحيح. انت عندك النهاردة باملك حكم كويس. جميز حكم كويس. هبنتكلم في الحكام اللي هما النقبة الافريقية. نقبة الافريقية. عندك من صفق ربال حكم ممتاز من الحكام. عندنا ردوان جيد من المغرب. طبعا مش هيلعب من المغرب في طرف. صح صحيح. صحيح. عندنا باملك حكم جميل جدا. عندنا كمان ماجيتي حكم حكم حكم. يعني في حكام نقبة على مستوى عال جدا. كتير. هو السؤال. شميعنا الحجم ده عنده مشاكل أولا مع النادي الأهل قبل كده. وعنده لسه مشكلة كمان من فترة قريبة في المبارات على مستوى الأفريقية. بزات بزات بزات. يعني احنا دايما في علامات الاستفاة من الناس هاي اللي بتقولها يعني. ممكن مش متخصصين فيها. يعني أنا أنا يعني من خلال يعني أوربي. أنا ما اعتقدش ان بكاري هيحكم مش الأهل. يعني تعتقد الموضوع ده مش. لأ لأ أه حصلت ولكن خلينا نقول ان نحن نتمنى طبعا ان الحكم اللي يلعب هناك برة. بنقول لابد نكون حكم يقدر يحمي النادي الأهل برة. أنا محتاج الحكم برة مش على ملعب. بقول اهو ان النادي الأهل محتاج حكم قوي شخصية قوية. يعني وشوفنا نادي الأهلي في المرديخ يدي لنادي الأهلي حقه مش أكثر ويدي الفرقة تانية بس نادي الأهلي حقه فقط لتير بس بالزبط يعني لأن كات الموالد أحياناً بتبقى فيها ضغوط جماهيرية بتبقى صعبة جداً على الحكم هناك خارج الملعب حتى كنت جربت ما بتلعب بساعة الكلام ده كتير مش بول الحكام الجامل ولكن الحكم أحياناً بتأثر بالملعب بالأرض بالجمهور بالفريق بحتاج حكم جامد يقدر يحمل لعبة نادي الأهلي وديهم الأمان لأن كابتناني في حاجة مهمة جداً لو اللعب شعر لحظة أن الحكم مش بيوفر له الأمان والحماية مش هيلعب مش هيلعب لأن طول ما أنت يعني أنا الآن منك كحكم مش هاخد حقي هيتعين معايا فاول أو أنا هعمل فاول حتى ديني انزار بنقول وفر الحماية والأمان بحتاجي الحكم قوي جداً جداً وده طبعاً الأهلي طبعاً قادر أنه هو طبعاً يطلب لأن الأهلي دايماً بيطلب حقه فقط طب العدل أنا مش عاود أكثر من العدل وإن الأهلي دايماً وأبداً مش عاود أكثر من العدل كابتن نقولتنا والله كابتن بجد يعني حلقة يعني وإن شاء الله على تواصل لأن الملف لسه مفتوح ملف التحكيم والفار ومشاكله حلقة كانت مميزة جداً استمتعنا وشرفتنا في البيت الكبير كابتن أنا سعيت بك جداً طبعاً كلاعب كبير ولعب منتخب وشرفتنا في المنتخبات واحترفت على الأعلى مستوى وأنا بسبب شخصية كنت معجب بالسطايل وبالشغل العالي أنه كنت بقى لعب سلزيفاك زي حضرتك كده وحاجة جبيلة يعني شكراً كابتن نورتنا شكراً دي كانت طبعاً نهاية الفقرة التانية من البيت الكبير الفقرة التالتة مع نجومنا طبعاً كابتن أحمد عادل وعبدالله فاروق بعد الفاصل